مرحبا بكم جميعا على غايس اختصاص زبدة شية زيود طبيعية أنا قربت المائة من نوع من زيوب لكني سوف نتحدث على زيت ويدوغوزموسكي زيت الورد المسكي وعربي ويدوغوزموسكي وزيت الورد المعروف فرق مبيناتهم هذا أقوى وأحلى ريحته ياسر وقليل وين تلقاه كزيت وتنجم تمثله زيت التين الشوكي موجود في كل بلاسة وزيت بذور والتين الشوكي وزيت الورد المسكي نسعملوها عديد الاستعمالات أهمها للتجعيد سلاح التلف للجلد المغذي وعد دحية خلايا الميتة تغلب على الخطوط البيضاء في البطن والأردف وكل الأماكن في الجسم لمرد الجلد والبشرة الجافة والحساسة والهشة معطر طبيعي ومنع العرق تحت الإباطين لجفاف الجلد لسعادة لمعان وجمال الشعر التلف مفتح ومزيد للندبات الصغيرة طريقة الاستعمال إذا الجلد تدهن بها مباشرة تدهن و تخليه للوجه ساعة و ساعتين ثم تخسل مرتين أو ثلاثة في الأسبوع وإذا الشعر تتمشي بين قطرات على يديك وتمد دخله في شعرك وتمشي على أطراف ساعتين ثم تخسل مرتين في الأسبوع يكفي ترجمة باللغة الفرنسية و ترجمة باللغة الانجليزية مرتين كونوز تونسية متخصة في الزيوت الطبيعي عند العديد من الزيوت الطبيعي و بيثمين الانجليزية بحق التطبيع نحن لدينا هって نحن موجودين مقابل جامعة زيتونة سبعة و تسعين جامعة زيتونة تونس العاصمة إذا لديكم اصيار الذي تريدونه على تجميع القريغة حتي تريد الفرنسية و إذا تردت ما علينا آخر في المحلنا على المحلوة في الفيسبوك الى اللقاء إلى اللقاء